اشتماع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد فليمون يانج رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وقد هنأ سعادة وزير الخارجية معالي السيد فليمون يانج بمناسبة توليه مهام رئاسة الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مشيدا بما يتمتع به من سمعة طيبة وخبرة دبلوماسية واسعة متمنيا له التوفيق والنجاح في إدارة أعمال الجمعية العامة وتحقيق أهداف ومقاصد الأمم المتحدة في تحقيق تنمية المستدامة وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في العالم وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتباحث حول سبل معالجة التحديات التي تواجه دول العالم